على هذه النعمة وإن شاء الله الله كثر المنخفضات أكثر وأكثر الآن بنا نتحدث مشاهدينا عن الموسوعة العالمية لقادة الفكر في العالم للأبحاث التطبيقية شو هي هاي الموسوعة والمعايير اللي أي شخص بده يدخل بهاي الموسوعة شو لازم تكون إحنا سعداء جدا أنه دائما في أردنيين يعني برفعوا روسنا بالنجاحات اللي بحقيقوها لأنه ما بتكون النجاحات هاي فردية هي بتكون باسم الأردن كله باسم البلد كلها فإحنا معانا بالأستوديو الأستاذ الدكتور أحمد البطايني وهو أستاذ في اللغويات التطبيقية حاصل ودخل بهاي الموسوعة على أي أساس شو المعايير وشو هي هاي الموسوعة رح نتعرف عليها أكثر من خلال الحوار اللي رح نجريه معه الآن أهلا وسهلا فيك أهلا بك دكتور صباحك سعيد حيكم الله أهلا بك مبارك دخولك هذه الموسوعة شكرا بداية أود أن أعبر عن شكري وامتناني للتلفزيون الأردني وأخص بالذكر برنانج يوم جديد أود أن أبدأ حديثي بالآية القرآنية الكريمة سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فالأردن أرض المباركة لقد منى الله عز وجل على بعض الدول بالذهب الأصفر ومنى على دول أخرى بالذهب الأسود أي النفط إلا أن الله عز وجل قد منى على الأردن بنعمة لا تفنى ولا تزول وهي نعمة الذهب الأبيض أي عقول الشعب الأردني والقيادة الهاشمية الحكيمة التي جعلت من الأردن مراد وجعلت من الأردن واحد أمن واستقرار وجعلت من الأردن حديقة وسط حريقة وجعلت من الأردن حالة تميز في الأكاديميا وفي الطبابة وفي السياحة فالأردن أصبح بمثابة شامة وقيلادة على صدر المحبين وأصبح نبراس يتلألأ في سماء الكون أنا أخت العزيزة دخلت الموسوعة العالمية لقادة الفكر في العالم من خلال مجموعة كبيرة من الأبحاث حوالي 40 بحث في اللغة الإنجليزية التطبيقية ومن خلال إشرافي ومناقشة ما يزيد عن مئة رسالة دكتورة وماجستير ومجموعة من المؤلفات حول غضب واحتجاج ضد الحرب ودعوة إلى السلام وأيضا مقابلات في الوليالة المتحدة الأمريكية في التلفزيون الأمريكي وندوات وجميعها أو معظمها منبثق من رسالة عمان رسالة عمان التي خطها جلالة الملك عبد الله بن الحسين وجعلها منهج حياة للتراضي والتصالح والتسامح بين الأمم والشعوب فأنا من الأفكار التي طرحتها في مؤلفاتي وحقيقة أنا استقيتها من دراستي على يد أساتذة متميزين في الأردن الدكتور محمود الشتيو الشرعة والدكتور مفيد الحوامدة والدكتور محمود الخربطلي أنا استقيت أفكار التي هي غضب واحتجاج ضد الحرب درست مساقات معهم كنت تخصصي في السابق أدب إنجليزي فدرسنا الورب بواتري والأنجري فييتر اللي هو جون أوزبون و جون آردن وقابلت الملحق الثقافي الأمريكي ديفيد ميس لتشكيل فريق من المدارس الخاصة المتميزة لنؤلف مسرحية حول غضب واحتجاج ضد الحرب تتنقل حول دول العالم أخت العزيزي من الأفكار التي طرحتها أنا في مؤلفاتي أول فكرة تحقيق التراضي والتصالح والتسامح بين الثقافات من خلال تدريس اللغة بمحتوى الثقافي كما تعلمين أن اللغة هي الجسد والثقافة هي الروح فإذا فصلت الجسد عن روح تموت اللغة فعندما تدرس اللغة بمحتوى الثقافي يبدأ الطالب يدرك بأن ما هو جميل في عينه قد يكون قبيح بعمل الآخرين وما هو لذيذ في فمهمه قد يكون كريه بأفواه الآخرين أيضا الفكرة الرئيسية التي أنا طرحتها في مؤلفاتي فكرة تضمين مضامين تدعو إلى التسامح والتراضي بين الشعوب فنحن نعيش في كوكب واحد ومصيرنا واحد ومستقبلنا واحد وعدونا واحد عدونا هو التصحر والبطالة والأمراض المعدية والفضايا الضنات والبراكين والانفجار السكاني فكون عدونا واحد ومصيرنا واحد ومستقبلنا واحد لماذا نقتل بعض؟ لماذا لا نستغل إيرادات كوكب الأرض لارتقاء بحياة من الإنسان؟ كما يجب أن توزع إيرادات كوكب الأرض بعدالة لأنه لا سلام بين متخم وجائع بين غني وفقير بين آمن وخائف بين عبد وسيده كما من الأفكار التي أنا طرحتها في مؤلفاتي فكرة الوحدة الواحدة أنا قرأت إفلاطون وأرسطو واطلعت على فكرة الوحدة الواحدة في الحكم على النص الأدبي على مفات وجمال النص الأدبي أنا وظفت هذه الفكرة للحكم على النتاج الثقافي للأمم والشعوب والحضارات إذا أرادوا أن يكرهونا فليكرهونا بعدالة ومموضوعية وحيادية وشمولية كيف نكره وقرآننا يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كيف نكره ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لا زال جبريل يوصني بالجار حتى ظننت أنه سيورته كيف نكره وصديقنا يوصي لا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا منزوع سلاح كيف نكره وفاروقنا يعلن من رأى بي عجاجا فليقوم كيف نكره ونحن ثقافة إماطة الأذى عن الطريق كيف نكره وأمتنا العربية والإسلامية قد أنجبت عبد الله بن حسين الذي قطر ساة عمان وجعلها طريق للتحاول بين الثقافات جميل جدا جدا كلامك رائع دكتور أنا كنت حابة أعرف أكثر هل أنت ترشحت أنا دخلت الموسوعة العالمية الموسوعة أو هم يحكوا معك وقبل ما تحكي لي المعايير كمان اللي على أساسها دخلت هذه الموسوعة عرفنا أكثر عن الموسوعة العالمية لقادة الفكر الموسوعة العالمية لقادة الفكر تتضمن المبدعين في حقول العلم والمعرفة فأنا أجل معي مقابلات على السكايبي ومن خلال محاضرات القتة في الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة مؤلفات وهذه المؤلفات معظمها تسجب الحرب وتدعو إلى التواد والتصالح والتراضي بين الثقافات هي موسوعة بتشمل يعني قادة الفكر في كل المجالات نعم ليس فقط في الأداء نعم في كل المجالات أنا أضفت لمنظومة البستل اللي هو منظومة الأمن والأمان محاور جديدة أول محور هو الأمن الديني وحرية العبادات وخير مثال على ذلك ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة حيث منع إقامة الأذان في المسجد الأقصى وأيضا الأمن العالمي وأن العقول التي تتخذ قرار الحرب هي نفس العقول التي تستطيع أن تتخذ قرار السلام وأنا بهذه المناسبة أود أن أهدي بعض الأبيات الشعري إلى قادة كوكب الأرض أقول لهم دعونا دعونا أن نكون كما أريد لنا أن نكون خلقت الإنسى ليعبدون لا ليتخاصمون ويتناحرون دعوا الكون يهدأ من دبيب القنابل حتى نسمع أصوات المآذن وأجراس الكنائس دعوا ماريا وخولا يتصافحون دعوا بيتر وعمر يتسامحون دعونا نخرج الألغامة ونزرع في أحشائها أسجار الصنوبر والزيتون دعونا دعونا أن نكون كما أريد لنا أن نكون خلقت الإنسى ليعبدون لا ليتخاصمون ويتناحرون جميل جميل الآن دكتور يعني حتى تدخل هذه الموسوعة في مثلا عدد ساعات معينة مثلا من المحاضرات لازم تكون من جزهة أو عدد معين من المؤلفات جميل أختي العزيزة أنا حققت عدد كبير من الأبحاث في اللغة الإنجليزية حوالي 40 بحث وأشرفت وناقشت حوالي 100 لسالة الدكتورة وماجستير وعندي مجموعة مؤلفات جميعها في اللغة الإنجليزية صحيح بس أصدي الموسوعة يعني بتشترط مثلا عدد معين حتى الشخص اللي بس يدخل لا الموسوعة المعيار الأساسي أنه بتطلع على أفكار مثلا هي الأكبر الأطخم الأطوال هم جميل جميل فهي الموسوعة هي المسألة مش مسألة كم بل هي مسألة نوع It is not a matter of quantity It is a matter of quality هم اطلعوا على أفكاري ووجدوا بأن أفكاري فيها دعوة للتصالح والتسامح بين الثقافات دعوة لشجب العنف دعوة للسلام وفي ناس كثير مثلا عملوا مؤلفات وكتبوا في شجب العنف ودعوة للسلام لكن مثلا لماذا أنت؟ وجدوا في تمييز في الأفكار التي طرحتها الأفكار التي طرحتها في مؤلفاتي وجدوا بها هي مادة صالحة لهذا الوقت الذي يعيش العالم فوضى We are living in a world of chaos فالأفكار تدعو إلى المحبة والتصالح والتسامح وبنفس الوقت عدد المؤلفات الموجودة عندي عدد كبير وجد استحسان لدى مؤسسات الفكر العالمي ومحاضرات في الولايات المتحدة الأمريكية ومقابلات على التلفزيون الأمريكي وأيضا قابلوني عدة ساعات على السكايبي مجموعة مرات صحيحي وجمعي زي ما تفضل الدكتور إنه it's a matter of quality not quantity بس كمان هل هاي الquality أو النوعية هاي حققت التأثير أثرت بالناس الأسلوب اللي بتحكي فيه بأثر فعلا بالناس بتوصل الرسالة يمكن هاي النقطة الأهم لأن أسلوبك في الحديث وفي الكلام جدا جميل ومؤثر فممكن تكون برضو هاي جزء من المعايير اللي تأخذ مثلا في عين الاعتبار لأنه في ناس كتير بتحكي بهاي الموضوع وفي مؤلفات عديدة بهاي الموضوع لكن قدي إحنا حجم التأثير وهذا هو مقياس النجاح جميل قدي إحنا بنأثر قدي إحنا نجحنا نعم أنا نوعية الأفكار وجدوا فيها تمييز وبنفس الوقت أنا طرحتها من خلال منهج فكري يعني أنا قرأت فلاطون وأرستو كما ذكرت لك وطلعت على فكرة الوحدة الواحدة في الحكم على جمالية ومفاتن النص الأدبي أنا حولت هذا المعيار إلى الحكم على الثقافات يعني إذا ردت أن تحكم على نتاج ثقافي لأمة أو لشعب لابد أن تحكم عليه بموضوعية لابد أن تحكم عليه بعدالة لابد أن تحكم عليه بشمولية لابد أن تحكم عليه بمعايير مقبولة لا يجوز أن تحكم على أمة الأمة العربية الإسلامية قدمت إلى الكثير في الدولة العباسية قدمنا الفرابي وابن سينة وابن البيطار وابن الهيثم والخوارزمي في الدولة الأموية كانت المساجد والكنائس تؤتى من مدخل واحد فنحن نموذج الأمة الإسلامية لكن أين نحن الآن؟ ماذا نقدم الآن؟ قدمنا أخت العزيزة رسالة عمان الآن تدرس في أعظم الجامعات حول العالم كجامعة كامبريج وجامعة أكسفول رسالة عمان هي منهج حياة يعني الآن قدمنا للأمة العربية الإسلامية عبدالله بن الحسين بفكره وتوجهه نحو خلق عالم خالي من الفوضى عالم متحاب متصالح متراضي فرسالة عمان أنا استقيث معظم أفكاري من رسالة عمان ورسالة عمان هي الطريق لأن العناية بالثقافات لا يأتي من خلال ترميم المباني القديمة لأن حوار الثقافات طريق رشيد لتجنب تصادمها فجلالة الملك عبدالله بن الحسين ركز في رسالة عمان على تحقيق التراضي والتصالح بين الأمم والشعوب لأن ازدهار الأمم والشعوب يأتي من خلال خلق قنوات للتفاهم والمحبة وطريق إلى السلام أنا أبدأ أشكرك أستاذ دكتور أحمد البطيني مسجل في الموسوع العالمي لقادة الفكر في العالم للأبحاث التطبيقية شكرا لوجودك معنا ومبارك دخولك هذه الموسوع شكرا جزيلا أنا أسعد أنا مرة أخرى بعبر عن شكري للتلفزيون الأردني وأخص بالذكر برنامج يوم جديد وشكرا شكرا إلا ومشاهدين الآن بدي أنتقل مباشرة لأختصاصية التغذية العلاجية رند الديسي صباحك سعيد يا رند